مرحبا، أنا الكابتن محمد، رح نشوف كيف نستيقظ من النوم بالطريقة السليمة يتم ضبط المنبه قبل الموعد بفترة كافية لأداء تمرين صباحية ولأخذ وجبة صحية متكاملة نستلقي على الظهر مع امتداد الجسم بشكل مستوي نبدأ بعملية الشهيق والزفير بشكل عميق لمدة 30 ثانية مع المداومة على التنفس بعمق سنلاحظ فائدة هذا التمرين على الجهاز الهضمي لأنه يرخي العضلات ويزيل التوتر ويسمح بعملية هضم سلسة يتم تقسيم الوقت في الصباح إلى أرباع الساعة الربع الأول للتمارين الربع الثاني للاغتسال الربع الثالث لوجبة الإفطار الربع الرابع لارتداء الملابس الوجبة الصحية يجب أن تتضمن بروتين من مشتقات الحيوانات ويجب أن تتضمن كاربوهايدرات وتتضمن خضار وفاكهة الكمية تكون بحسب إرشادات أخصائي التغذية ويجب شرء ماء دافئ بمقدار 3 كاسات لتنظيف الجسم ومساعدة الجهاز الهضمي بأن يعمل بكفاءة ولمنع حدوث تلبكات معوية أو عسر هضم وللشعور بالنشاط لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم